اه بسم الله ابو الابن والروح القدس الان واحد امين كل سنة وحركوا طيبين هتكلم معاكم على موضوع النهاردة بنعمة ربنا يباني انه غريب شوي وانه بعض الناس ساعات يقول طب ابونا بيتكلم في الموضوع ده ليه الموضوع عنوانه ماذا يحتاج اولادنا يعني ممكن نشيل الموضوع ونغيره نخليه ماذا يحتاج احفادنا يعني لو جده تيتا وعندهم احفاد نفس العنوان ماذا يحتاج اولادنا في الكنيسة في خدمة مدارس الاحد يعني عايزين نوسع الموضوع شوية انا بخدم في ملجأ ماذا يحتاج اولادنا في الملجأ انا بخدم في مكان معين فيعني كل واحد فينا يطبق الموضوع بحسب مسؤوليته وعشان ابقى محدد ولادنا محتاجين لاربع عنوين مهمة اربع عنوين مهمة العنوان الاول هما محتاجين للتعبير عن الحب بالطريقة اللي يحسوها او يعزوها يعني اول شيء ولادنا محتاجينه بنعمة ربنا مش الحب لان الحب اكيد اي اب وام بيحب ولده واي اب وام بيهتموا بيهم وممكن يكونوا بيعملوا حاجات كتيرة قوي لاجل اسعادهم وده موضوع احنا اكيد مش بنقشه يعني لكن هي القصة مش قصة ان انا بقدم له حب بطريقتي لا ده انا وحضراتكم عايزين نقدم له حب بطريقة هو يفهمه وده هنتكلم عنه ولادنا برضو يحتاجوا لحاجة اسمها الحوار ولادنا محتاجين نتكلم معاه واحد يقول يا ابونا ده قد سكرية قوي حوار ايه في الزمن ده وفيه حد فاضل للحوار هو من ناحية الوقت فيه وقت بدليل ان الوقت بيروح في مسلسلات تركي ومسلسلات هندي مش كده ففيه وقت للحوار ولا مفيش ماتشات كورة ودلوقتي فيه ناس بتتفرج محلي وعالمي مش كده بقينا بنتفرج على ماتشات عالمية ونقعد نتفرج عليها بالساعات يعني بنعمة ربنا فيه وقت ولا مفيش فيه بس هو ترتيب الموضوع فاولادنا يحتاجوا الى الحوار يبقى اولا يحتاجوا الى ايه مش الحب لا التعبير عن الحب بطريقة ناسبه واحد يقول انت ليه مصمم تغير الموضوع لان انا متأكد ان احنا بنحب اولادنا وبنحب احفادنا مش كده يعني انا مش بنائش اصلا محبتكم لولادكم لان انا ابو بحب ولادي فانعارف الاحساس اللي جواكه كويس وبالتالي انا مش بنائش ده لكن انا هنائش ايه ازاي عبر بالطريقة اللي هما يعزوه مش بالطريقة اللي انا ايه عايزها ما ممكن النهار ده قبل يبقى شغال ليل نهار ومش بيشوف ولاده خالص عشان يجيب لهم فلوس ويدخلهم احسن المدارس والكليات وفي الاخر مش هو ده بس اللي فارق معه ممكن يبقى فارق معهم ان هما يلعبوا معه متشكور ممكن يبقى الفارق معهم ان ماما تاخد بنتها في حضنه لان البنت عايزة حضن وبالتالي هتدور عليه فين يعني هندور عليه برا لا تاخدوا من مامتها او من مباها افضل فخلي بال حضراتكو احبائي ان ولادنا محتاجين للتعبير عن الحب بالطريقة اللي ايه تناسبهم او عايزين حاجة تانية هما محتاجين للحوار نتكلم معه حاجة تالتة هما محتاجين للحزم يعني انا مش عايز حد يتخيل اننا ما بتكلم عن الحاجة للتعبير عن الحب بالطريقة اللي اتناسبهم او التعبير عن الحوار معناها ان احنا نبوز ولادنا معناها ان ولادنا يعملوا لهم عايزينه لا مده مش مضبوط برضه لانه بعض الاباء والامهات قدام فكرة ان انا حنين على ولادي فبخليه ياخد اللي هو عايزه بيطلع ولادنا وبناتنا متدلعين وعندهم مشاكل بعد كده يعملونا بقى مشاكل لما يجيوا يتجوزوا ويتحملوا المسئولية ده اصلا لو تحملوا بيبقى مشاكل ضخمة جدا واخر حاجة ولادنا محتاجينها ما اجدبش عليكم ودي برضه مهمة هو الحاجة الى القدوة محتاجين ايه قدوة محتاجين يشوفوا في بابا وماما ان هم نموذة كويس محتاجين يشوفوا في الخادم والخادمة ان دي ناس بتحب المسيح وبتقرب منه محتاجين يشوفوا في الخادم بتاع المالجأ او المسئول عن البيت ان ده بيحب ربنا وحطت مخافة ربنا في قلبه وإلا علم زي ما انت عايز وقول اللي انت عايزه ولو ما انتش بتتصرف بطريقة تمشي مع كلامك الناس مش هتصدقك يبقى اولادنا محتاجين كم حاجة اربعة اول حاجة محتاجين للتعبير عن الحب بالطريقة اللي اتناسبه الحاجة التانية محتاجين الى ايه الحوار نتكلم معاه نسمحهم ويسمعون والحاجة التالتة هم محتاجين الى ايه الى الحزم والتأديم في بعض الاوقات اللزم الامر والنقطة الرابعة والاخيرة هم محتاجين الى ايه الى خدوة تعالوا بنعمة ربنا نتكلم في كل نقطة شوي كل نقطة شوي نقطة الاولية قلنا هم محتاجين الى ايه التعبير عن الحب بالطريقة اللي اتناسبه تعارفين فيه كتاب كان زمان نزل ومشهور جدا بيكلم وعلى فكرة ده لينا كلنا لينا مع ولادنا ولينا مع احفادنا ولينا مع زوجتنا وليك مع زوجك يعني الكلام ده مش بس يعني متكلم على ولادنا واحتاجات ولادنا بس نجيته للحق هو ده لينا كلنا اسمه لغات الحب الحب ليه لغة يعني يه الحب ليه لغة يعني فيه واحد يعبر عن محبته للاخر عن طريق انه يبقى جادع معاه وملتزم تعوزني في اي مشوار في اي طلب عناية ليك صبح بالليل مشوار تلات اربع ساعات مشوار ساعتين انا هبقى معاك دايما فهنا هو شخص بيتحمل المسئولية وبيعبر عن محبته للاخر بطريقة ايه عملية انا دي طريقتي وعلى فكرة نسبة كبيرة من الرجالة تميل للفكرة دي اقول لك يا ابون انا معرفش اقول كلام حلو لمراتي بس انا راجل ملتزم اما انت لازم تبقى ملتزم لكن عشان ايام غربتك تعدي على خير لازم تقول ايه كلام حلو لمراتك يعني ايام الغربة دي كلنا محتاجين نعديها على ايه على خير فلازم تقول كلام كويس يعني التزامك رائع وتعبيرك عن محبتك لمراتك وولادك بانك تبقى ملتزم وبتشتغل وبتساعدهم وبتقف جنبهم شيء ممتاز لكن دا كوم وانه الزوجة والولاد عايزين كلام كويس دا ايه قصة تانية ففيه كتاب يتكلم على لغات الحب يعني لغات الحب يعني انا اقدر احب اللي قدامي بطريقة عملية اننا لما يحتاج حاجة يلاقيني في ظهر اقدر احب الاخر بنوع من انواع الكلام اللي فيه تشجيع وعلى فكرة احنا شوية مش شاطرين في القصة دي انا وحضراتكو اسهل شيء نوعه ديه نلوم في بعض حتى لما بيبقى فيه ولادنا جايبين نتايق كويسة بنطفيهم يبقى الولد يعني جايب تمانية وتسين فالمية في الابتدائية فمامته تقول له يعني ابن عمتك اللي جايب تسعة وتسعين ده هو الحقيقة زيادة عنك في ايد ولا في رجل سمعنا الكلام ده احنا صغرين ولا لا اه سمعناه قلناه لعيالنا لما بقينا ابا امهات ولا لا اه غالبا قلناه ايه ده بقى المقارنة اللي بتخبط تشجيع ده لغة من لغات الحب انا لقي ابني ييجي ابني يقولك يا أصلا مش تلاقي فيه حاجة ابدا عدلة يا ابونا الوقت ما فيهوش حاجة عدلة تفهم ان الاب ايه عنده كارثة يعني ما فيهش حد ما فيهوش حاجات كويسة ينفع يا أحبائي نشجعوا عليه ففيه لغة من لغات الحب وهي التشجيع احنا بنحب ولادنا بس ممكن من كتر اللوم نكئبهم ونطلحهم شخصيات تعبانة وشخصيات مضغوطة ومهزوزة او من كتر اللوم نطلحهم عنافة جدا ومتمردين ومش عايزين يسمعوا اي نصيحة لان هو دايما بيسمع ايه لوم اذا دي لغة من لغات الحب ايضا من ضمن لغات الحب الحضن مش عيب انك تحضني ابنك مش غلط انك تحضن بنتك يا جماعة انتو ما بتسمعوش الولاد والبنات بالذات في سن المراقة بيتكلموا ازاي عن الموضوع ده يقولك انا عمر ما ماما عمر ما ماما حضنتني اقوله يا ابني ويفري معك كده قال لي طبعا هو فيه احلى من حضن ماما يعني عايز اقول ايه احبائي فيه لغات مختلفة وعلى كل واحد فينا انه يجرب مع ولاده ومع احفاده انه يتعامل معهم ازاي لان انا لو ما عملتش كده سامحوني اي حد هيطبطب برا اي حد هيقول كلام حلو برا اي حد هيحضن برا هيعمل لنا مشكلة ونرجع نشتكي هو ليه بنتي ما بتسمعش كلام غير من صحبتها ليه ابني لو اصحابه قالوا له ارمي نفسك في المحيط هيرمي نفسه ما هم الحقيقة عرفوا ايه يعبروا عن محبتهم لي حتى لو كانوا ناس مش مناسبين لكن قدروا يطبطبوا قدروا يشجعوا قدروا يحسسوا باهميته قدروا لما يشوفوا غلطان ما يلمهوش وبالعكس يقفوا جنبه كل دي نوقات مهمة قدروا يشجعوه وعشان كده احبائي ولادنا محتاجين ده ولادنا محتاجين ده يعني تخالوا معايا كتير من الحالات اللي ثابت المسيح وتفشت من بيوتها كان السبب كده انه قاعد في البيت طبعا ما فيش سبب يخلي الإنسان يسيب المسيح لكن عايز اقول من ضمن الأسباب النفسية الكتير انه الشخص ده كان حاس انه موجود في البيت وملوش ايه ملوش قيمة لحد بيقول له انت غالي وبالعكس عمال يتكسر في مقديفه ويتريق عليه ويتقال له كلام سلبي كانت النتيجة انه ايه طفش ولقى ناس برا بيتبطبوا عليه يقول له كلام حلو ويعنينا ليك وتعالوا هنخليك فوق راسنا وانت حلو وغالي وهنقدرك كانت النتيجة ايه يا جماعة انه وقعوا في مشاكل اول شيء يا احبائي خلوني انا وحضراتكم نصلي لربنا ونقول له يا رب ادينا حكمة وعرفنا يا ترى ولادنا محتاجين نوع الحب اللي ينسبهم ايه لان كل واحد غير التاني انت ممكن تيجي تحضن ابنك يقول لك لها بابا انا مليش بقى تحضنيش مش بحبك كده خلاص ما تضايقوش قد يحب انك تلعب معه شكورة قد يحب انك تقعد تسمع معه كوي كل واحد ليه ايه ليه دخلته وليه طريقته والشاطر اللي يطلب من ربنا حكمة يساعد ويفهم ايه طريقة الحب اللي تفرح ولاده وبناته وتخليه مبسوطين بوجودهم معك الحاجة التانية قلنا ايه حد فاكر حاجة التانية كانت ايه يعني الحاجة الاولية الحاجة الى التعبير عن الحب بالطريقة المنازمة مش كده الحاجة التانية كانت ايه حد فاكر الحوار برافو عليكم يعني حضراتك اتبان عليكم ان انتم نايمين لكن لما بسأل بلا اجابة وده شيء مطمئن انه يشجعنا اقرف اكمل يبقى نقطة امرة اتنين ولادنا محتاجين الى ايه الحوار بصوا مش معقولة اتكلم معاكم على اهمية الحوار واخدوا النقطة دي واوعز انا عايز اخليها حوار تاني يعني مش منطيقي اقول لكم جماعة على فكرة الحوار ده مهم جدا وبعدين اوعز اقول لكم الحوار هذا فوع يبقى انا بتحك عليكم عشان كده انا عندي سؤالين في النقطة دي وعايز حضراتكوا تشاركوني خلاص السؤال الاول ايه قيمة ان احنا نتحاور مع اللي حوالين ده اول سؤال يلا اللي هيقول اي حاجة يرفع ايده كده وانا هعيد الكلام في المايك عشان يتسامع تفضله اولا اولا بنفهم دماغ بعض صح احنا كل زمان في مدارس الاحد وده كان مش صح يعني لما لاقي ولد او بنت قاعدين ساكتين طول الوقت بنقول يا ايه الجمال ده الود ده والبنت دي ملايكة ده فضل لهم هلات واجنحة ويروحوا ايه السماء طلع انه ممكن يبقى عامل كارسة ودماغوا فيها كارسة ويقبل يسيب الكليسة ويطفش ويبقى زعلان مننا وانا احنا مش واخدين بالن تكلم حتى اراك انا لما بتكلم مع ولادي وبناتي لما بتكلم مع المخدمين بتوعي لما بتكلم مع الاحفاد بتوعي انا بفهمهم بعرف صفاتهم ايه ودماغهم ايه وده بيسهل حاجات كتير ايه كمان من فوائد الحوار ايه تاني تفضل نعم التواصل يبقى فيه اتصال والتعبير عن اللي جواه يبقى افهمه ويحصل التواصل لما بتكلم مع اللي قدامي ما فيه مثل مشهور يقول كده تعرف فلان اعرف عشرته عملت معاه لا يبقى النتيجة ايه ما تعرف وعايز اقول لكم مفاجآت احنا عندنا اباء وامهات مش عارفين عيالهم مش عارفين عيالهم لما بتقعد معاه وبتشوف انطباعه عن ابنه مش هو ده اللي انت عارفه للأسف ساعات قبل اعتراف بيعرف اولادك اكتر منك ربنا يحمينا وبيبقى فاهم عنهم حاجات انت مش عارف ويقول لهم الطبيعي ابونا ما هم بيعود يقولوله خطاياه مش بس عشان بيقولوله خطاياه عشان هو مش بيتكلم معاك مش بيتواصل معاك بيخاف منك فبيقلق فما بيتكلمش عشان كده دي نقطة مهمة جدا ايه كمان ايه تاني من فوايد الحوار اتفضلي انا انا مش سامع او ممكن حالك تعالي صوتك شوية انه بيتعبر عن المشاعر وكل واحد يقول لجواه حلو خالص يبقى التعبير عن المشاعر في الحوار بيبين حاجات كتير ايه كمان اتفضلي حلو خالص برافو عليك حلول وافكار يعني بيبقى لما باتكلم معاك انت بتضيف لي حاجة وانا بضيف لك ايه انا بقول اللي في مخي فممكن حالك تبقى مش عارفه وانت بتقولي لي اللي في مخك او انت اللي بتقول لي في مخك فانا ممكن ما بقاش ايه يبقى هنا بيسموها اسراء الفكر الفكر بيبقى بيتغني كده بيقى فيه عندي معلومات ومعرفة ايه كمان ايه كمان بيعملوا الحوار تفضل حبيب ممكن تقرب عشان اسمعك لانا انا مش قادر اتحرك عشان الكاميرا قرب تعال هنا كده قول لي الحوار بيعمل ايه برافو عليك انتسبك يا سكر يا عسل باسم كريس كريس قال نقطة مهمة جدا اتفضل يا حبيبي كريس قال ايه بقى قال ان لما بتكلم بطلع لجوايا ولما بطلع لجوايا بيحصل لي ايه برتاح على فكرة برا مثلا انتلاقي اي حد عنده دكتور نفسي وهناك برا منتشر او هنا موجود وده مش عيب على فكرة لكن بيروح هناك عند الدكتور النفسي ربنا يوسع الجميع يعني يدس له على الساعة يقول له النصف ساعة بمئة دولار يلا فتفض ليه لان هو لما بيفتفض ويتكلم بيحصل له ايه من جواه فانت ابنك وبنتك لما يتكلموا معك حتى لو ساعات ما عملناش كل اللهم عايزينه وبيحصل لهم ايه بيرتاحوا بيرتاحوا اذا ان الحوار مهم ولا لا طيب سؤال تاني سؤال تاني ايه اللي بيخلي حد يندم يندم على اليوم اللي فكر فيه انه يتحاور مع حضرتك سؤال واضح يعني اذا كان الحوار ده مهم للدرجات دي طيب ايه اللي يخليني اندم واكره حياتي واكره اليوم اللي فكرت ان انا بنعمة ربنا اتكلم معاك يلا قلوا لي ايه اللي يبوز الحوار يلا تفضلي بس علي صوتك عشان يسمع تفضلي اللوم الكتير اللوم الكتير وعدم وجود تشجيع اللي قدامك هاي بقى ملوش نفس يسمع الحوار اصلا مش بس يتكلم لما عد اللوم على طول اللي قدامي مش عايز يسمع ايه كمان ايه تاني اللي يبوز الحوار تفضلي العنف او بيسموها اسلوب الحوار يعني اسلوب الحوار في اسلوبين للحوار مرفوضين اسلوب الاول في شخص لما تختلف معاه في اي موضوع او طرد لقى اي موضوع مش عاجبه تلاقي وشه حمر صوته علي رجله تهزد وفي عرق بينفر هنا عارفين فيه كده كل ما تختلف معاه تلاقي وشه حمر صوته علي رجله تهزد والعرق ايه معناها ايه بقى لم نفسك معناها لم نفسك فتيتقول له يا ابني ما تقعوا تتكلم مع بابا في الموضوع اللي مدايقك يقول لك لا يا ابني انت ما بتشوفش منظره ده بيتحول زي افلام الكارتون كده يعني بقى انسان ماشي عادي فجأة تحول لطيارة ساروخ هيحصل مصيبة هننفجر كلنا وبالتالي ده اسلوب يبوز الحوار عشان كده نقول دايما لو انت مشدود اجل الحوار صلي نوربين يديك فرصة انك تاني يوم او تالت يوم تهدت الكل في نفس الوقت فيه اسلوب تاني للحوار يعني فيه واحد مش هيتعصب لكن يعصبك فيه واحد مش هيزع لكن يفضل يستفزك لما يرفع لك الضغط ويوطي لك ليه وتلاقي فيه ابتسامة جبيلة كده على بقه وشفيفه والسنان اللولي دي باينه مش كده وهو لا هيتعصب ولا حاجة لكن يرمي كلام فيه ترياءة وفيه نوع من الاستخفاف وايوما قصنت الوحيدة اللي فهمه ايوما ماما ما قصنت الوحيدة اللي عندك كل الخبرات ايوما ماما ما انت قصنت اللي عندك كل المعلومات واحنا اللي مش فاهمين عارفين الطريقة دي تلاقي اللي قدامك ايه كره حياته برضو مش عايز يتكلم معاك وبالتالي فيها مشكلة يبقى اسلوب الحوار محتاجين نرجعه انا وحضراتكم يا ترى طريقتنا ايه في الحوار ايه كمان ببوز الحوار اتفضلي انه انا لما بتكلم معك او بتكلم مع ابني او ابني بيتكلم معايا تلاقي الدنيا تفضحت كل الدنيا عارف تيتي عارفة وجده عارف وصديقه اللي في المدرسة عارف وصديقه واب اعترفه طبعا عارف يعني ما هو الفضايح دي هتخليه بعد كده ايه ما يفقد السق وبالتالي مهم قوي لو انا بأتمن حد على سر وبتكلم معاه ما نفضحش بعض طب يعني لو في مشكلة عند ابني ما قولش لقب الاعتراف قولي عنوين عامة وابون هيستنتج يعني لكن هروح افضحه وقول عليه كلام ما تحتاج مراجع ايه كمان يبوز الحوار فضل برافو عليك حتة ان احنا نقطع بعضين في وقت الحوار اللي بينط في الكلام ده عارفينه ياواه يكلم تروح مستنتج فناطط ومش بخليه بكمل طبعا ده يوطر اللي قدامك يرفع له الضغط ويضايق ومش كده يعني خلي بالك اسمع ولما يخلص بقى الكلب كلنا وانا قبل حضراتكم محتاجين نراجع ده ايه كمان يبوز الحوار فضل ساعات ايه في ناس بتزعع برافو عليك انت اسمك ايه كورولوس قال نقطة حلوة في ناس بتزعع ودي قلناها في اسلوب الحوار ايوة كورولوس مرقص آسف مرقص مرقص كان بيقول نقطة مهمة انه الزعي اثناء الحوار ايه كمان وقت الحوار مش كده وقت الحوار انت دخل على ماما تاخدي رأيها في قرار مصيري انت عايزة تهجري كندا وتكملي بيت ايام حاتك في كندا وانت لسه في الجامعة وماما دلوقتي في المطبخ حرارة برا في الضلة خمسين درجة مقوية في الشمس مئة درجة مقوية في المطبخ مئتين وخمسين درجة مقوية وماما بتعمل الملوخية ودخل على فقرة التشة بتاعت الملوخية ده مش وقت تماما تاخدي فيه قرار مصيري زي انك هتهجري كندا صح ولا انا غلطان طبعا ماما هتعمل ايه على طول لا لا طبعا مش هينفع تهجري ده لو هي ماما حكيمة وهدية وعصابها لكن فيه طرق تاني يبقى التوقيت هنا مهم انت النهاردة لما بتناقش الموضوع بتناقشه امتى وبتناقشه ازاي وبرضو لما بتكلم على توقيت الحوار يا احبائي قصدي ما تبقاش ذنان بقى سامحوني في التعبير ده يعني فيه واحد يفضل يتحاور يكرهك في دنيته يقولك يا ابونا مش انت قلتولنا نتحاور طب استلاقوا وعدوكو بقى يفضل كل ما يشوفك يفتع معك نفس الموضوع صبحه يبني برضو ما كل حاجة لها ايه وقتها وبعد انت لما تقعد تضغط 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 اللي قدامك هيعمل ايه طب مش هسمع بقى ولو كنت ناوى تفاهم مش هتفاهم يبقى عرض الحوار وصيبه شوية يفكر وعين رجع تاني الفكرة دي مهم يبقى وقت الحوار اذا فيه طرق كتير اتبوز الحوار لكن يبقى شيء مهم ان ولادنا محتاجين ايه حوار وعايز اقول لكم على حاجة اخيرة في حتة الحوار دي عشان وقتنا الحوار عايز مرارة الحوار عايز ايه مرارة يعني ايه يعني بال طويل بال طويل مش كده وعلى فكرة الدنيا مش بتدي مرارة يعني الدنيا واللي احنا عايشين فيها دي دايما بتعمل ايه بتخلص على المرارة بدري بدري طب يا طرق هالربنا يقدر يدينا مرارة اديشنال يعني هل فيه مرارة اضافية ممكن انا وانتم ناخدها فيه بنعمة ربنا معلمنا بوليس الرسول اتكلم عن ثمر الروح القدس في غلطية خمسة وقال واما ثمر الروح فهو ايه فهو ايه محبة فرح طول اناه ده اللي هو المرارة يعني دي المرارة طول الاناه يعني روح ربنا لما بيشتغل جوانا ونعيش مع ربنا بيبع عندنا بال واسع ان احنا نعمل ايه نتعامل كل ما قربت من ربنا كل ما كان فيه امكانية ان انت تطول بالك كل ما بعيدت عنه بقيت عصبي متوتر مش عايز تسمع حد احنا قلنا حاجتين الحاجة الى التعبير عن الحب والحاجة التانية كانت ايه الحاجة الى الحوار شوف وقتنا لسه قدامنا عشر دقيقة كمان هنكروت نقطتين في منتهى الصورة الحاجة الى الحزم والتأديب التأديب ده امر مهم والتأديب ده شيء مطلوف في التربية انا ما قصودش الضرب ما قصودش الضرب انا قصود لايه التأديب الكتاب المقدس يكلمنا انه ربنا في بعض الاحيان لما الانسان يزودها يضطر يقدبه ويقول الكتاب كده يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه ليه لان من يحبه الرب ايه يقدبه انا في مرة كنت قاعد مع شخص كان قادما لسنين طويلة ودنيته اتدمرت ربنا يحمين بيته اتخرب وامراته انفصلت وعياله بعده وتشرده قصة صعبة كده لما راح اتعالج وربنا افتقد ورجع قال لي يا ابونا انا زعلان من بابا جدا فقلت له ليه هو كان شديد عليك قال لي ما هو المشكلة لا المشكلة انه لو كان اول يوم نزلت الشارع وتأخرت لتلاتة الصبح وكنت واقف مع اولاد بيشربوا مخدرات لو كان زعقلي او منعنا اعمل كده تاني او قال لي اوعى تعمل كده او حتى ضربني كنت حاسيت انه بيحبني لكن هو ساب نعمل اللي انا عايزه لدرجة اللي انا عايزه ده كان ايه ان انا اشرب مخدرات عشان كده احبائي نقطة مهمة في بعض الاباء والامهات يبيع القضاء يقول لك بقى الكنيسة اللي تربي الكنيسة مش هتقدر تربي لوحدها ومدارس الاحد مش كافية تبتقعد في مدارس الاحد ساعة ساعتين والولد بيبقى معاكو طوله الايه الاسبوع وانا ما قصودش نصطدم لكن اقصد نربي بصوا الحزم يحتاج خمس حاجات اولا يحتاج الى ان الشخص يكون بيعبر عن محبته يعني انا عشان اكون شديدة على حد او باخد قرار لازم اطمن انه يكون ايه عارفني وبيحبني عشان كده ساعات تيته وجده يستغرب هو انا ليه كل ما اكلم حفيدي في حاجة ما يسمعش كل ما قوله اعمل ما يعملش وكل ما يجي تكلم وقولي ايوة تيته بقى تعودت وعزينة ليه بيعمل كده هل لانه تيته مثلا ما بتعودش تتكلم معاه وتهزر معاه هل لانه تيته مثلا مش قريبة منه لكن لو تيته مثلا بتهزر وتضحك لما تيجي تقول الملاحظات ساعتها هتتسمع ولا لا هتتسمع لان بعض الاولاد والبنات يحس ان تيته موجودة عشان تعمل ايه تنكد علي ولو عايز اخذ موافقة من بابا وماما على حاجة هي اللي تباوز الموافقة دي فده دور تيته اقول لكم الحقيقة يعني معلش ده اللي بسمعه عشان نساعد بعضينا كلين فتيته عشان تقول الملاحظات لازم تكون ماليئ ديها يعني ماليئ ديها يعني بالطبطب على الولد بينها ما بينه محبة توم لما تقول ملاحظة الولد ايه يسمع يبقى اول حاجة تخليني يبقى حازم ان بيني ما بين اللي قدامي ايه حب حب لكن انا قب قاسي وفاكر ان التربية معناها امشى زعق طول الوقت هيسمعوا كلامك هم صغيرين عشان بيخافوا لكن لما يجبروا ولا حد هيبقى عايز حتى يعيش معاك او يتعامل معاك سامحوني في اللي انا هقوله ده وبالتالي دي نقطة مهمة حاجة التانية انه التأديب عايز تدرج انا ابني جاب نمرة وحشة الشهر ده طيب بص بقى انا قررت بص بقى الحزب الشهر الجاي كله هشيل منك الموبايل شهر شيل منه الموبايل هتقدر تنفذ القرار ده وايامنا هتعدي على خير يعني وهو هيعرف يسكت ويزبر لا طبعا لو عايز تعمل عقوبة اعملها متدرجة ابتدي مثلا بيوم يومين نص يوم ساعة عشان تبقى فيه فرصة انت النهارده ما تذكرتش كويس ممنوع عنك التليفزيون بتقعد عليه ساعة هتقعد عليه نص ساعة علشان يبقى فيه فرصة ايه انت تعقبت اه بس هتقعد ان شاء الله يبقى ايه ده كده عشان ايامنا تعدي على خير انما انا باخد قرار عنيف زي النهارده الامهات اللي تيجي في المدرسة تشيل التليفزيون فوق الدولاب بركة كبيرة بركة كبيرة بس تخيل بقى ان الولد بيلف ويدور وعن طريق الموبايل بيعرف يتفرج على اكتر من اللي موجود في التليفزيون وحضرتك مش واخدى بالك ومقتنع عنك ايه ممشيها الصح الحقيقة قصة تحتاج الى تدرج واحدة واحدة اذا ابني او بنتي محتاجين وقت يذكره ننظم معهم نحط قواعد لكن فكرة العنف ده بدون تدرج يعملين المشكلة ايضا ودي نقطة مهمة من شروط انك تاخد قرار في حزن انك يبقى بينك ما بين الشخص ما تفضحوش يعني انا ابني معقباه في حاجة مش لازم ماما اللي هي جدته يعني وخلاته وولاد خلاته يبقوا عارفين ان انا معقباه لانه جاب لمرة وحشة طيب الولد كده هيبقى مش مبسوط حاسنه مفضوح وحاسنك مش بتحبين لانك فتحاء مش كده ولا ايه وبالتالي اذا كان في عقوبة تبقى عقوبة سرية يعني بينك ما بينه الى اخره والحاجة الاخيرة ياريت لو في عقوبة معينة اولا بعد تعبير عن الحب ثانيا بتدرج ثالثا في السر بينك ما بينه رابعا نبقى متفقين يعني بابا وماما يبقوا متفقين لان انا نهاردة لو بعاقب وبابا طيب وحنين وبيطبطب فالولد يكبر بيحب بابا ويكره مين ماما او العكس لو بابا هو الحياة الشديد وماما سايبة الدنيا خالص يكره ماما ويحب او يكره بابا ويحب ايه لا لازم نتفق نحط نظام واحد يقول طب بابا طيب وانا جديدة اجمعه وقسمه على اثنين يعني لو بابا طيب وحريك شديدة ماينفعش نمشي بدماغك هنمشي بدماغي ايه اجمع وقسم على اثنين يعني لو هتقرري حاجة جديدة خدي رأيي بابا ونجمع ونقسم على اثنين يبقى أولادنا محتاجين للتأديب ومحتاجين للحزم هنتحاور وهنطول بالنا وهنحاول نوصل لحلول وسط بس لو اللي قدامي بعد ما فهمته واتكلمت معاه حسيت انه مش عايز يتعامل مع الموضوع بالاتزام هيحصل ايه حزم والحزم بالقواعد قلناه اخر حاجة أولادنا محتاجين قدوة معلمنا بوليس الرسول يقول لتي مساوز تلميزه كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وحاجات تانية خلي بالكو احنا ساعات كأباء وامهات او كخدام وخدمات بنبقى قدوة في الكلام اوعى تجذب يا ابني اوعى تشتم يا ابني اوعى تغش يا ابني ولما حد يتصل بيا وابقى مش عايز اعرفه ان انا موجود اقول له لما يتصل بيا اقول له بابا نايم وانا مش نايم تفتكلوا الولد هيبص على اللقطة دي ويقول ايه النهاردة انا قدوة في الكلام يا ابني رازم تروح الكنيسة وتصلي وتحضر الاداس وكل جمعة ماما واختي يروحوا الاداس وبابا نايم عشان يعين الله يعينه تعبان من شغل مش بيروح الاداس تفتكروا ابني لما يكبر يحس ان الاداس ده بتاع مين تعالى الستات هم اللي يروحوا يعني والرجالة لازم يريحوا يوم الجمعة تيجي تكلموا يا ابني لا ما ينفعش الاداس ده لنا كلنا يقول لك طيب ما بابا كل مرة يستقردنا خش ينام واحنا لننزل ليه انا اصحى بدري كل جمعة من عايز اخد اجازة برد القدوة رايح فين رايح الكنيسة جاي منين جاي من الكنيسة رايح فين رايح العشي جاي منين جاي من العشي رايح فين رايح المؤتمر تفهمتوا قصدي واكتر واحد عمل مشاكل في العمارة عشان الخمسين جنيه بتوع المية بتاعت البيت انا وتيجي تقول له يا ابني ما يصحش تعصر الناس وابنك شايفك بتتخانق ولامم الجيران يقول لك لا دي مسألة مبدأ دي حاجة يا ابونا ودي ايه لا يا حبيب كن قدوة فين في الكلام وقدوة فين في التصرف ومش غلط على فكر لو انا غلط اقول لابني انا اسف مش غلط لان انا لما بقول انا اسف هو كمان لما بيغلط لما اقول له انت غلطان ممكن يقول ايه انا اسف ساعتها انا كسبت ابن عايزي توب وعايزي تصلى ربنا يديني وديكم نعم نركز في احتياجات ولادنا ولادنا اللي بالجسد ولادنا الروحيين ولادنا اللي في الخدمة احفادنا ولادنا اللي ربنا اتمنى عليهم في الملجأ اي ولاية في اي حت دول مسئولية ومن خلال ان احنا قدوة ليهم ومن خلال ان احنا بنقدم لهم حب ينسبهم ومن خلال ان فيه تأديف في بعض الاوقات ومن خلال ان فيه حوار نعمة ربنا تشتغل ويطلعوا بصمر تلاتين وستين ومية ربنا يديني وديكم نعمة ان احنا نركز في الكلام ده لإلهنا المجد دائما ابديا امين اتفضلوا نصال